ننضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من أسطنبول الكاتب والباحث السياسي الأستاذ حسين السبعوي أستاذ حسين بلاية مرحبا بك يعني المتضاقرون غاضبون غضبا شديدا يصبون جام غضبهم على مقرات الميليشيات الموالية لإيران وكذلك تمثليتها الدبلوماسية في البصرة كيف تقرأ ذلك؟ بداية تحية لكم ولمشاهديكم الكرام أنا أعتقد هذه المظاهرات هي لا طائفية ولا داعشية ولا حزبية هذه الآتة الثلاثة هي موجودة في هذه المظاهرات أما لماذا يصب المتضاهرين جام غضبهم على مقرات الأحزاب الطائفية وعلى القنصلية الإيرانية القنصلية تعتبر جزء من المشكلة حسب شعارات المتضاهرين هي ليست جزءا من الحال هي جزءا من المشكلة باعتبار النفوذ الإيراني على العراق وهو جزء من المشكلة كذلك بالنسبة للحزاب الطائفية الحاكمة في العراق هذه هي رسائل أنا أعتقد التظاهرات انتقلت من التظاهرات إلى الانتفاضة اليوم ليس ما موجوده البصرة هي تظاهرات بل هي انتفاضة وانتقلت من المطالب الخدمية الإدارية إلى مطالب سياسية هذا هو التوصيف الحقيقي لما يجري في البصرة اليوم اليوم ليست تظاهرات موجودة في البصرة تطالب فقط في الماء والكهرباء الآن ارتفع سقف التظاهرات إلى انتفاضة كل ما يجري في البصرة هو انتفاضة إذن بشكل أو بآخر ستترك هذه الانتفاضة مثل ما وصفتها بصمة ربما على المشهد السياسي في العراق ما هي هذه البصمة؟ يا سيدي الحالة السياسية في العراق هناك حالة انفصام ما بين الشعب وما بين النظام النظام وليس فقط الحكومة اليوم هذا الشعب وخصوصا في البصرة فقد الثقة كاملة بوعود الحكومة سواء السابقة أم المتشكلة لاحقا سواء بمن هي الكتلة الأكبر أم بما هي الكتلة الأصغر سواء بمؤسسات الحكومة البرلمانية الحكومة المؤسسات الأخرى اليوم حالة الانفصام الموجودة وفقدان الثقة هذا الذي أدى إلى ما وصلت إليه الأمور في العراق لا توجد حالة ثقة حالة الانفصام موجودة فالموضوع أنه أهل المجلس النواب والحكومة العراقية ستستجيب لمطالب المتظاهرين أعتقد هذا الكلام أكل عليه الدهر وشرب للمتظاهرين يثقون بالوعود وللحكومة صادقة بوعودها مع المتظاهرين بسبب حالة الانفصام وعدم إدارة الدولة على أسس المواطنة هذا ما يجري هو نتيجة طبيعية دعوات لعقد جلسة طارئة لمجلس النواب لبحث الوضع في البصرة في ظل أجواء ما تحدثت به أستاذ حسين عن أجواء عدم ثقة إلى أي مدى تعتقد أن البرلمان بما له من دور رقابي موجود يمكن أن يحقق مطالب منظمة العفو الدولية بإجراء تحقيق جاد بشأن قتل المتظاهرين أنا أعتقد البرلمان لحد هذه اللحظة هو عاجز أن ينتخب له رئيساً ونائبيه لحد هذه اللحظة هو عاجز أن ينتخب والبرلمان من أين التكون هي الغالبية لهذا البرلمان حتى الكتلة الأكبر والكتلة التي تليها هم جزء أيضاً من المشكلة أنا أعتقد البرلمان لا يستطيع حل المشكلة ولا يستطيع أن يفرض رقابة على تحقيقات على قيادات عسكرية هي متنفذة ولها قيادات سياسية حاكمة في العراق أو متنفذة في العراق لا توجد اليوم هناك لا بد أن يكون العامل الخارجي في وضع مثل العراق لا بد أن تكون الوضع الخارجي أو الدولي لا بد أن تكون له رقابة على ما يجري في العراق ولكن نتعو إلى رقابة إيجابية إلى دور إيجابي في العراق أما ما يجري البرلمان عاجز أن يشكل لجان هو عاجز لحد الآن أن ينتخب رئيس ونائبه للبرلمان وهو عاجز أن يشكل حكومة لحد هذه اللحظة فكيف سيستطيع أن يشكل اللجان؟ هذا يحتاج إلى تشكيل لجان البرلمان لحد الآن لا يوجد رئيس برلمان كيف تشكل لجان؟ ومن هي اللجنة ستيوكل إليها هذا الملف؟ هذا كلام أخي بعيد جداً عن الواقع بعد أن في سياق التظاهرات وما وصفتها بالانتفاضة هناك مشايخ الجنابيين تبرؤوا من أبناء عشرتهم الذين يشاركون في قمع التظاهرات كيف تنظر إلى تماسك القوات الحكومية تجاه ذلك؟ أنا أعتقد لحد الآن لم يستخدم القوة المفرطة استخدمت القوة ضد المتظاهرين لكن لم تستخدم القوة المفرطة لأنه ما زالت أنا قلت لك هي انتفاضة عندما تكون بمستوى تصعد إلى درجة ثورة أنا ذاك أعتقد ستكون هناك استخدام قوة مفرطة ويكون هناك ضحايا وقتلة كثير جداً أنا أعتقد من السابق لأوان و لحد هذه اللحظة الحكم على نهاية الأمور أما شيخ الجنابيين التنازل عن أفراد من عندهم شاركوا في قمع التظاهرات أعتقد اليوم العشيرة هي يعني الحكومة لها دور كبير جداً على شيخ العشائر وتستطيع أن تدخل على شيخ العشائر وتشتري ذمم كثير منهم وهذا الأمر أصبح واقع ومعلوم بالعرق ثم العشيرة أخي ليست هي مرجعاً أمنياً ولا سياسياً للفرد العشيرة هي مرجعاً اجتماعياً للفرد فهي رافداً للدولة ولمؤسساتها وليست مرجعاً للفرد فبالتالي عدم التبرأ من الأفراد أو عدم التبرأ منهم هذا الأمر لا قيمة له اليوم أصبح وإذا قلنا هذا الأمر له قيمة فمعنا نحن دولة قبلية وليست دولة مدنية برلمان بعد دعوة السفارة الإيرانية مغادرة رعاياها في البصرة إلى أي مدى ترشح أستاذ حسين أن تشتعل الأمور أكثر؟ أنا أعتقد هي رسالة واضحة وصلت إلى إيران منذ اليوم الأول أن هذه التظاهرات كما قلت في البداية ليست طائفية ولا تقبل بالمرجعية الدينية الطائفية ولا تقبل بهيمنة إيران على العراق عموماً وعلى البصرة خصوصاً وليقرأ التاريخ يدرك أن مواقف البصرة تجاه إيران هي مواقف عروبية إسلامية منذ القدم وهي رافضة للنفوذ الإيراني منذ القدم منذ شيخ خزعال وبعده وإلى حد هذه اللحظة لكن تصورت إيران أنها فرضت هيمنتها على جميع العراق وبينما جاءها الرد من أقرب المدن العراقية عليها ما بين البصرة وما بين إيران فقط نهر شط العرب الذي يجري فجاءها الرد من أقرب المحافظات عليها وهي رسالة واضحة أنه المشروع الإيراني مرفوض في العراق حتى لو اتفقت مع الحكومة التي تدين لها بالولاء أبرى الأقمار الصناعية من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي لساد حسين السبعوي شكرا جزيلا لك شكرا لكم